مشروع مزارع خيرات أبي الفضل عليه السلام من المشاريع الاستثمارية التي تبنتها العتبة العباسية المقدسة مستخدمة أحدث وسائل التقنيات العلمية الزراعية من البذور والبيوت البلاستيكية ومياه سقيها وطرق مكافحة آفاتها إلى غيرها من الأمور والتي تأتي بالنتيجة النهائية إلى جني محصول ذي فائدة وقيمة غذائية تم المباشرة بزراعة الموسم الصيفي للمحاصيل الصيفية في مزارع خيرات أبي الفضل عليه السلام أحد المزارع التابعة على قسم الشؤون الزراعية والثروة الحيوانية في شركة كافية الاستثمارات العامة هذه المزارع الضمبيت البلاستيكي متعرفة ضعات مساحة أثنين دونم مزروعة بمحصول البطيخ الصيفي القالية الوسن والمزروعة بخيار الصيفي أيضا الخيار المسمى بالعامية العطروسي كل هذه المحاصيل هي لرفض الأسواق المحلية بالمحاصيل الخضرية التي تستهلكها المواطنين في كربلاء المقدسة والمحافظات القريبة من كربلاء المقدسة بيوت بلاستيكية بمساحة دونمين للبيت الواحد تم استثمارها في زراعة المحاصيل الصيفية كالبطيخ والخيار المسمى بالعطروسي التي تمتاز بإنتاجية عالية وسرعة النمو والجودة والتي تتفوق على الأصناف المستوردة من حيث الطعم كون الأسمدة المستخدمة أسمدة إحيائية من شركة خير الجود المزرعة أنشئت من أجل رفض المواطن بالمحاصيل الخضرية التي تكون بتماث مباشر مع ما يحتاجه إضافة إلى رفع اقتصاد البلد الزراعي واستثمار الأراضي الصحراوية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة